تطورات فيروس كورونا لهذا اليوم أهلا بكم عرفانا بجميل صنيعهم وإخلاصهم لوطنهم العاملون في مجال التمريض وجه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية تقدير واحترام لتقديمهم تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة ففي تغريدة له بمناسبة يوم التمريض العالمي أشار الرئيس إلى أن العاملين في مجال التمريض خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة يثبتون كفاءتهم وإخلاصهم للوطن وأبنائه تلك المجهودات التي يبذلها العاملون في قطاع التمريض تكلل دوما بإتاحة بيئة عمل تساعد على ذلك وهو ما أشارت إليه وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد من خلال متابعتها لتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأتقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام والكمامات والجوانتيات على المستوى العربي سيكون سكان محافظة بيش بمنطقة جازان السعودية تحت تطبيق حظر تجوال كلي لمدة 24 ساعة خوفا من تفشي الفيروس المستجد السلطات هناك أوضحت أنه سيسمح للسكان فقط بالنزول لقضاء احتياجات ضرورية مثل الصحة أو التموين مع منع الدخول أو الخروج من المحافظة لكن الأوضاع في اليمن المجاورة تبدو مختلفة تماما حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن مقترحات أممية تعمل على إرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة فيروس كورونا وتحديدا في محافظتي عدن والمكلة أما على مستوى العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ففشل في كذم غيظه من مراسلة صحفية ذات أصول أسيوية سفزت ترامب بسؤال يراه البعض منطقيا ترامب رفض سؤال يستفسر عن إصراره على نجاح إدارته في أزمة كورونا رغم ارتفاع عدد الوفيات حيث أظهر ترامب حنقه على تلك المراسلة وطلب منها بعنف توجيه السؤال للصين قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي تصدرت بعده المراسلة ويجيا جيانج منصات التواصل الاجتماعي تضامنا معها ارتفاع التوتري في الولايات المتحدة قابله انخفاض تدريجي أعلنت روسيا في إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة كورونا في البلاد وذلك بعد تسجيلها نحو 11 حلف ألف حالة إصابة جديدة في يوم واحد جعلتها ثالث أكبر حصيلة إصابة بالعالم تخفيف سيحرم المتحدث باسم الكريملين دمتري بسكوف من التمتع به ذلك بعد إعلانه إصابته اليوم بفيروس كورونا يبدو أن أزمة كورونا التي أكبرت الملايين حول العالم على الالتزام بالحجر المنزلي أفسحت المجالة للكائنات البرية للعودة إلى أماكن كانت قد حرمت منها منذ آلاف السنين لذلك لا تتعجب إن رأيت من الملايين من صغار السلاحف تخرج من بيضها في رمال الشواطئ الهندية نحو البحر في ظل غياب الهنود عن شواطئهم والتزامهم بالعزل المنزلي السلاحف الهندية لم تكن الأولى التي انطلقت نحو الحياة البرية من جديد بعد طيور الفيلمانجو فهل سيعود بنا كورونا إلى الزمن الحياة البرية؟ أم أنها مجرد نزوح لتلك السلاحف والطيور لن تستمر طويلا؟ رجاءً، إلزموا منازلكم وكونوا دائماً بخير وتابعونا أيضاً عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة